اشتركوا في القناة ومن رحمته لا تسأمي يا نفس قد أزف الرحيل فبالصالحات تجملي أقدارنا كتبت لنا وعلى البلاء فلتصبر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فهذه اللحظة لا بد منها طال الزمان أو قصر استغنى الإنسان أم افتقر قوي جسده أم ضعف فالموت يأتي بغتة ولا مفر منه أبدا ففجأة يشعر الإنسان أن نبض قلبه بدأ يضعف يشعر أن النفس بدأت تثقل يشعر أن السماء بدأت تظلم والوقت نهار يشعر أن الضوء بدأ يخفت وبدأ كأنه يسمع نبضات القلب وكأن بين النبضتين سنة من الذكريات بدأ الألم يعتصر قلبه ينظر إلى من حوله يضحكون أما هو فقد أمسك صدره وقلبه وضاع منه الضحك ينظر الناس إليه ويضحكون وينادونه ولكن هو لا يسمعهم فالصوت ضاع والضوء خفت والنفس ثقلت وكأن السماء أطبقت على الأرض وهو بينهما أحس الناس من حوله أنه سقط على الأرض وربما على الفراش أحس بالناس من حوله بدأوا يصيحون ويصرخون وبدأوا يحركونه وهو يعلم أنه سيفارق هذه الدنيا كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق فالروح تخرج أولا من القدمين ويحس الميت ببرد قدميه فربما أولاده حوله يصرخون وزوجته تنوح عليه فأسرع إلى طبيب يعالجه وينقذه فمن سيوقف خروج الروح من جسده فهو يعلم أنه سيفارق الحياة وظن أنه الفراق وحس بقدميه قد يبسته والتفت الساق بالساق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعالج كراب الموت وسكرات الموت وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة سيترك هذه الدنيا ويخلف كل شيء وراءه فيجد عند رأسه فجأة ملك فيستغرب منه ويقول من أنت؟ فيقول أنا ملك الموت يغيب عن الدنيا يبدأ بالانقطاع عنها والإقبال على الآخرة يرى ملائكة بيض الوجوه مد البصر في يدهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فينادى أخرجي أيتها الروح الطيبة فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء فمن يرى وجهه يعلم أن روحه خرجت راضية مرضية وإن كان العبد فاجرا يرى عند رأسه ملكا فيفزع منه ويقول من أنت؟ فيقول أنا ملك الموت ثم يرى ملائكة سود الوجوه يراهم مد البصر يفزع منهم معهم المسوح من النار فينادى أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق روحه في جسده تخاف أن تخرج من هذا الجسد العاصي فيقول يا ربي أريد لحظات أتوب فيها أريد لحظات أستغفر فيها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لماذا تريد المكوث في الدنيا؟ لماذا تريد العودة إلى الحياة؟ فيقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فيقول من حوله يا فلان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لهم ها ها لا يفكر في هذه الكلمات لأنه ما عاش عليها لأنه في سكرات الموت إلا أن للموت سكرات من ذاق طعم الموت سكر ورب الكعبة وكل الناس يسكرون عند موتهم قال أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر بأبي أنت وأمي رسول الله صلى الله عليك وآلك وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات فاللهم هون علينا سكرات الموت هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر